هنا في محافظة ديالة سوف تبقى نجاة الطائل أم الفقراء وأم النازحين وأخت رجال مثل ما سماها أنواري حمداني لأنها دخلت في كتلة وطنية بقيادة الشيخ خميس الخنجر الذي بدأ منذ 2005-2006 بدأ عمل المشروع العربي في مجال الإنسانية والمجال التربية والدراسات واحتواء مخيمات النازحين وما شاء الله اليوم طلابنا النازحين كملوا شهادة الدراسة البكالوريوس والدكتوراه والماجستير وهذا كله نفقته من الشيخ خميس وكذلك بناء بيوت إلى النازحين ومدارس ومراك الصحية وتزويد الشباب الجماعي ونحن سوف نكمل مسيرة الشيخ خميس في برنامجنا الانتخابي وفي داخل المشروع العربي وكذلك أنا إن شاء الله عازمة على خدمة أهلي وناسي في محافظة ديالي وسوف أكمل مسيرتي اللي بدأت بيها منذ 2013 ولهذا اليوم وحصلت على ألقاب كثيرة وإن شاء الله أهلي وأهلي ديالي عرفوني أنه نجاة الطائفية وما فرقت بين قومية أو طائفة ولا من مناطقية ولا عشائرية أنا أمثل الكل وأني أم الكل للشباب والأرامل والأيتام وكذلك أنا تربوية وعندي حقيقة علاقات طيبة مع أخوتي وزملاء التربويين وصار خمس سنوات أنا رئيسة لجنة الصحة والبيئة علاقاتي جدا طيبة مع الكوادر الطبية حتى كذلك مع الأجهزة الأمنية اليوم علاقتنا جدا طيبة وأمننا كبير أن يحموا مراكز الانتخابية وأن تكون عملية الانتخابات في محافظة ديالة ناجحة والدليل على هذا اليوم عدم طائفية في عملنا اليوم المئات يزوروني إلى مكتبي في مجلس المحافظة وفي بيتي الآلاف حقيقة استقبلت طول الفترة السابقة حتى عندما تعرضت إلى محاولة اختيال من قطعة عني المواطنين وكذلك الزيارات يوميا حتى الساعة الواحدة أنا استقبل في بيتي المواطنين فواج حقيقة تجبيتي وهذا حقيقة وجده من خلال بيتي المتواضع المفتوح للفقير قبل الغني مع العلم أنني حملت الانتخابية أغلبهم من الشباب من البنات والذكور وكذلك الأرامل حتى الأطفال اليوم أنا أجد في كل تجمع وكذلك في المناطق أطفال يحملون صواري وبوستراتي وعازمين وهم بعمر الورود اللي هم أربع سنوات خمس سنوات يقولون نحن نصوت النجاة الطائلة لأن نطتنا كيك ونطتنا شكلية وسوتنا ميلاد واشترتنا قماصل حقيقة هذا حب الطفل اليوم هو هدية من رب العالمين اليوم حبون الأطفال قبل ما يحبون الكبار إن شاء الله أنا أبقى وفي الأهل وناس في محافظة ديالة ولحد اليوم أنا بالمناسبة لم أكتب برنامج انتخابي على الورق اليوم برنامج الانتخابي أنا أستقطبه من الشارع اليوم الشارع في محافظة ديالة مليء بالمشاريع الانتخابية اليوم كثير من الهموم وكثير من الأرامل والشباب والأيتام لكن هي نقطة مهمة جدا فقط أنا أركز عليها في مشروعنا الانتخابي هو تصحيح المسار في العملية السياسية وفي تشكيل الحكومة اليوم نريد دولة قوية يسودها القانون والأمن أن تكون دولة قوية وحكومة قوية تفرض هيبة الدولة حتى المواطن الفقير يأخذ حقوقه بسهولة وتوصل الخدمات إلى داره دون أن يركض والله العظيم اليوم من المعيب أن مواطن يحط واير مع التلفون على خشبة حتى توصل الكهرباء اليوم من المعيب أن مواطن يشرب ميبير والله أنا التقيت بنساء يقولون شعر رأسنا وقع لي نحن نسبح ميبير ميمالح اليوم عوائل حقيقة عيش حرمان كبير اليوم خريج كلية الهندسة يعمل عامل وبعد أن يوقع كيس الاسمت على ظهره ينشل وينام طريح الفراش من المعيب أن اليوم يصير هيش بجمهورنا وبناسنا اليوم جمهورنا كريم عنده كرامة عنده عزة نفس والله العظيم من المعيب أنه نحن نشوف هيش ناس يعني كريمة حصر علي الألف دينار شاب مقتبة للعمر خريج هندسة خريج كهرباء خريج تربية يبيع مخضر بسوق مع الاحترام والتقدير لكل الباعة في الأسواق لكن اليوم لكل مقام اليوم خريج المفروض يجلس في دائرة في مؤسسة حتى يمارس عمله حتى يمارس اختصاصه اليوم من المؤسف هذه الفوضى الإدارية والفوضى الحزبية التي موجودة بالحقيقة بكل العراق ليس بس محافظة ديالة أنا لي كبير بأهل وناس في محافظة ديالة أن يمنحوني ثقتهم حتى أمثلهم خير تنثيل في مجلس النواب ومثل ما عهدوني وشافوني في مجلس المحافظة مع العلم استهدفت وضايقوني الله الكتل والمنافسين على طول الخمس سنوات لكن الحمد لله وشكر قدرت أن أقدم من ناسي أن أفتح مخيم للنازحين أو أنجز 176 شارع على نفقة الخاصة أن أسوي عمليات للفقراء زوجة النازحين قمت بمجالس عزاء للعوائل المتعففة كذلك قدمت الكثير من الخدمات بجهود شخصية بالمناسبة دون دعم حكومي لأن ما شاء الله هناك استهداف ومحاربة عليها من كل الجهات الله يحفظك وفي داخل منزلي وفي مقابل بيتي لكن الحمد لله والشكر أبقى أنا مصرة على خدمة أهل وناسي حتى لو قتلت حتى لو الله يحفظك أبقى شهيدة الحق أو شهيدة لا 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 قول يا الله قول يا الله الله يحفظك ويعزك ومنصورة بإذن الله وبالعكس بالعكس وهذا لازم يقويك وتبقين قوية وتتوكل على الله والله يحميك